عظيمة يا مصر والعظمة كانت وما زالت وستظل بإذن الله بفضل هذا الشعب وهذه الأمة وهذه الروح التي تسري في جسد هذا الشعب دون انقطاع مهما حدثت من حوادث أو أحداث بتثبت الهمة بعضا لكن ربما المكنون الحضاري في هذا الشعب هو الحكم في النهاية نهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقى ويجتمع برئيس الحكومة وبعض الوزراء المعنيين لمراجعة الترتيبات والتجهيزات النهائية لانطلاق بطولة الأمم الأفريقية التي ستقام في القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة وهذه البطولة للجميع هي بطولة أفريقية بنكهة مصرية أو بطولة مصرية بنكهة أفريقية هذه البطولة بتتزامن مصادفة لكنها مصادفة حسنة أن مصر بترأس الاتحاد الأفريقي هذا العام وإقامة البطولة في مصر في هذا التوقيت بتعلي من قيمة الإضافة المصرية في العمل العام الأفريقي العمل الرياضي الأفريقي السياسة الأفريقية إذن مصر بتنتظر أن يكون عرصاً أفريقياً بنكهة مصرية لذلك بنجد اهتمام الدولة المصرية من رأس الدولة من الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه بالحكومة بالوزراء المعنيين بالجميع بيعزف لحن واحد من أجل خروج هذه البطولة في أبهى صورة في أفضل صورة بقي في هذا الإطار دور المجتمع دور الشعب دور الناس دور الجمهور المجتمع بيبدأ من المطار لما بتهبط الطائرة اللي بتقل الفرق المشاركة والمرور وتعامل الجمهور وتعامل الناس والتاكسيات هذه المنظومة اللوجستية والضيافة وكرم الضيافة والحركة السياحية وخروج اللاعبين والمدربين والفرق والجمهور المصاحب كيف لكل مواطن مصري أن يشارك المتفرج أو الجمهور اللي بيتابع المباراة في الاستداد المعتمدة سلوكه بيعكس سلوك الدولة المصرية سلوكه المفروض بيعكس حضارة الدولة المصرية أيضا المنظومة اللوجستية والترتيبات والضيافة والصدق وهذه السيولة والسهولة واليسر في التعامل مع الملفات أتصور أنها جميعا بتتجمع لترسم صورة في النهاية بنتمنها جميعا أن مصر دولة كبيرة بحق مصر دولة صاحبة حضارة بحق بينعكس هذا على الشكل العام والإطار العام لذلك بنجد اهتمام الرئيس السيسي بنفسه للترتيبات والتجهيزات النائية أمر أتفهم ويجب أن أتفهمه كل المواطنين لأن مصر الآن في وضع مختلف في منطقة مختلفة مصر بتقف في مكان آخر عما كانت عليه فيما مضى لذلك بننظر إلى كل حدث وكل حادثة وكل تفصيل من التفاصيل بما تستحقه لأنه بحق في هذا التوقيت وفي هذا الزمان انتهى زمن الفهلوة انتهى زمن الأمور هتعدي هتعدي زمن المرور مرور الكرام على كل الأحداث والتعامل بعدم اهتمام وعدم اكتراث هذا الزمن ولا أصبح الاهتمام بكل التفاصيل التي تؤدي إلى الوصول إلى الصورة النهائية هو ملمح من ملامح سلوك السياسة المصرية أو الإدارة المصرية في هذا التوقيت بندعو للمنتخب المصري بالتوفيق ده شق من المنظومة لكن المباراة الحقيقية مباراة المجتمع المصري في تقديم نفسه في أزهى صورة يبقى عندي مبارتين أو عندي معركتين معركة البطولة ده في إيد وفي أقدام وفي عقول لعبي كرة القدم وإن شاء الله نفوز بالبطولة يا رب لأن احنا عايزين نفرح وبنتلاكك عشان نفرح وهذا الشعب بيستحق الفرح يلا نرجع للأيام الخوالي فاكر أيام ما فزنا بهذه البطولة ثلاثة مرات متتالية لأول مرة ربما يعني إيه المنع نتكرر تاني أنا فاكر هذا كلام لما كان الكابتن حزن شعاطة بيقود المنتخب القومي ربما يحدث هذا وأن تمنى يحدث هذا وفي عزيمة وإسترار لتحقيق هذا لكن الأهم أن تخرج البطولة بما يليق باسم الدولة المصرية زردا كنا دائما ما كنت أتابع الصحافة الأمريكية والإعلام الأمريكي وأنقل عنه ما يذكره أو ما ينشره عن الدولة المصرية سواء سلبا أو إجابا وكنا بنفند المقالات أو التحقيقات أو التقارير السلبية وكنا دائما بنتتبع من كتب هذه التقارير في الصحيفة الفلانية ويتابع لمين وميوله وانتماءاته وتمويله ونفند أنه كل المقالات التي نشرت ضد الدولة المصرية خلال السنوات الماضية كانت مقالات أصحابها وانا قلت هذا الكلام في حينه مأجورين كلمة على إطلاقها آه على إطلاقها مأجور وغير محايد وغير موضوعي كل المقالات التي نشرت في صحيفة نيويورك تايل والواشنطن بوست والجارديان البريطانية كل التقارير اللي جات في محطة سي إن إن كل هذه الأخبار التي كانت عكس الحقيقة التي نراها دولة بتحارب إرهاب دولة بتبني اقتصاد دولة بتعاد بيعاد تشكيلها من جديد في هذا الإطار لم يكن يتم النظر إلى إجمال الصورة أو إجمالي الصورة أو الصورة بشكل عام كان بيتم اقتطاع أجزاء من الصورة ويتم تشويه المشهد العام ربما تحدثت كثيراً عن عدم حيادية وسائل الإعلام الأمريكية في آخر زيارة لي إلى واشنطن رأيت هذا وأتبعت هذا وافتضح أمر كل هؤلاء حتى بعض السيناتور زوغيرو بيتلقوا تمويل من بعض الأثرياء وبعض الأثرياء التي أقصدها هي أثرياء قطر أثرياء منتمين لبعض الدول لكنهم مأجورين ومدفوعين بأيدولوجية معينة هي أيدولوجية الإسلام السياسي والإسلام السياسي في العالم كله بيناصب الدولة المصرية العداء بشكل واضح وبشكل فج لم يكن مقال يحيى حامد منذ يومين يوم الجمعة الماضية إلا واحد من هذه المقالات المنتشرة مدفوعة الأجر اللي بتسمم الأجواء في الصحافة الغربية وبيتلقفها البعض في الداخل وبيعمل منها حكاية لكن النهاردة أقف على حقيقة لطيفة للغاية وعاكسة أيضا وكاشفة ومؤيدة لكل ما كنت أنادي به في الفترات الماضية دايما ما كنت أقول أنها صحافة مأجورة وكان البعض ينظر إلي في بلاها ويقول ويسخر فلان بيتهم نيويورك تاينز أنها صحيفة مارقة أو فلان على العبد لله بيتهم سي إن إن بأنها غير موضوعية وتجد هؤلاء يسخرون وهؤلاء يقولون يعني يعني من أنت حتى تقيم ما يكتب في نيويورك تاينز من أنت حتى تقيم ما ينشر وما يزاع في السي إن إن أقول بأنه اتشفت من خلال وجودي في اللوقات المتحدة الأمريكية لمدة عشر عشرة أيام متواصلة أتابع ما يجري إنه هذا العمل الذي يظهر أنه إعلامي عمل لا يتسق مع أقل القواعد الإعلامية المهنية عمل سياسي في المقام الأول مسيس في المقام الأول مأجور في المقام الأول من أكد هذا كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال تغريتين تغريدة بيهاجم فيها صحيفة نيويورك تايمز التي طالما هاجمتها هنا في هذا من هذا المنبر وربما لم يعجب هذا الهجوم البعض لكن قلت بأن هذه الصحيفة صحيفة مأجورة ماذا كتب دونالد ترامب في التغريدة التي هاجم فيها بضراوة وهاجم فيها بشكل واضح فجاجت هذه الصحيفة حقارت هذه الصحيفة كاذب هذه الصحيفة أنه هذه الصحيفة بتأوي بين جنباتها مجموعة من المرتزقة يكتبون بعدما يقبضون هذا هو لب الموضوع تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم فيها صحيفة نيولك تايمز بأنها صحيفة ساقطة واتهمها بممارسة الاحتيال الإعلامي يريد تجمو ترامب قال متى تعترف الصحيفة الفاشلة نيويورك تايمز بأن قصتها على صفحتها الأولى حول صفقة المكسيك اللي بيعملها الرئيس الأمريكي الجديدة على الحدود هي عملية احتيالية وليست أكثر من عمل صحفي سيء وغبي وحقير وهذا أمر يحدث منذ اليوم الأول منذ بداية رئاستي هذه الصحافة المريضة أو الصحيفة المريضة من اللي بيقول هذا كلام ما تجيب لي تغريدة ترامب يا شباب يعني فين تغريدة ترامب أنا بتكلم بقى لي ساعة يعني أعتقد التغريدة تكون موجودة وأنا بتكلم في البداية التغريدة اهي ده كلام أنا معنومك بقول كلام من دماغي محدش صدق فلازم التغريدة تكون موجودة لكن زملاء يتأخروا كعادتنا بنتأخر ده التغريدة بتاعة ترامب وهو بيتكلم على صحيفة نيويورك تايمز الكلام اللي أنا ريته بيقول أن هذه الصحيفة صحيفة ساقطة بيتكلم على هذه الصحيفة أنها صحيفة مريضة القائمين عليها مرضى ده الكلام اللي بيخرج من لسان الرئيس الأمريكي نفسه على صحيفة على أكبر صحيفة أمريكية يصفها ترامب بأنها صحيفة مريضة صحيفة ساقطة عندما تكتب هذه الصحيفة عن مصر تقارير إذن هذه الصحيفة صحيفة بتمارس ابتزاز سياسي كل ما كتبته عن مصر أنا أضعه تحت عنوان ما قاله ترامب بأنها صحيفة مريضة هرجع لما جاءت به هذه الصحيفة عن مصر خلال الفترات الماضية بعدما أعود إلى التغريدة التانية التي كتبها الرئيس الأمريكي ترامب اليوم وهاجم فيها شبكة MSNBC وشبكة CNN الأمريكيتين قائلا شاهدت هذا الصباح فقط MSNBC لمعرفة ما تقوله المعارضة حول أحداث الإسبوع الماضي كلها أكاذيب كل شيء تقوله كان عكس الحقيقة أخبار وهمية لا أعجب أن تقييماتهم مثل شبكة CNN تنحدر إلى السوق ده مين اللي بقول هذا الكلام تغريدة قدامنا بتاعة الرئيس الأمريكي بيتكلم بقول أنا شفت محطة MSNBC وعشان أراجع معهم كمعارضة بيعرضوني أراجع معهم اللي قالوا عني في الأسبوع الماضي بقول هذا العمل انحضار بقول يعني كلمة انحضار يعني دي محطة منحطة يعني باللغة باللغة العربية كلمة الانحضار اللي بيقصدها انحضرت إلى الخطيئة إن هي فيها نوع من التراجع الشريد لا أكاذيب في أكاذيب يعني محطة منحطة بتكلم خلصة القصة بيصف الرئيس ترامب صحيفة نورك فاينز بأنها صحيفة ساقطة وبيصف CNN وال MSNBC بأنها منحطة ده كلام الرئيس الأمريكي على أكبر وسيلتين إعلاميتين أمريكيتين صحيفة هي الأشهر في العالم نيويورك تايمز ومحطة هي الأشهر في العالم CNN أفكركم بقى يا مصريين لما كنا بنهاجم هذه الصحف كان بيقول لك ده الدفاع عن نصر وخلاص من غير لا 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 النهاردة الرئيس الأمريكي نفسه بيقول عليهم واحدة ساقطة واحدة منحطة يبقى رجعوا بقى شوفوا كان بيقولوا علينا إيه كان بيقولوا علينا إيه الرئيس الأمريكي كان بيتكلم على نيويورك تايمز وبيقول عليها أن هي صحيفة ساقطة أنا بفكركم بقى أنه الصحيفة دي ساقطة بشهادة الرئيس الأمريكي قالتها عن مصر في تقرير نشرته في 2018 التقرير بيزعم أنها حصلت حصلت على تسريبات تفيد بموافقة المصر على نقل الصفار الأمريكية من تل لابيب إلى القدس ده مين اللي قال كده فوق الصحيفة إيه نيويورك تايمز بتتكلم بتقول أنه عندها أن القيادة المصرية أو الإدارة المصرية وافقت على نقل الصفار الأمريكية من تل لابيب إلى القدس دي صحيفة بتمارس رزيلة إعلامية وأنا باخد حكم الرئيس الأمريكي بقول دي صحيفة ساقطة أنا بس أنا معنديش حاجة نهاردة غير تغريدات ترامب وهو بيصف الصحيفة بأنها ساقطة وبيصف المحطة الفضائية بأنها وضيعة أو منحطة وبرجع تاني بفكركم باللي قالوها علينا زمان وباخد الحكم وبقول له دي صحيفة ساقطة آه هذه أول كلام أول تسريبة بتقول أنه إحنا حصلنا على تسريبات مصر بتوافق على أن نقل الصفارة الأمريكية من تل لابيب إلى القدس وهذه فرية أو كاذبة من أكاديب نورك تايمز تقرير آخر نشرته صحيفة نورك تايمز بيقول خلال الاستفتاء خلال الاستفتاء على الدستور اللي فات مصريون يذهبون لانتخابات من أجل تلاتة دولار فكرين التقرير وإحنا هنا هجنا ومجنا وتكلمنا وشتبنا وهجمنا والناس تقول لك يا أخي بالراحة يا أخي هم عندهم معلومات أنا بقول له المعلومات دي معلومات مكذوبة مغلوطة في الصحيف آه آه عشان بثلاثة دولار عشان الاستفتاء آه فورذاليت الثلاثة دولار في الإيجيبشن مش عارف ايه آه الكلام اللي مكتوب الكلام اللي مكتوب قدامنا في صحيفة النيويورك تايمز كلام بيعكس آه رخص هذه الصحيفة وبيؤكد كلام الرئيس ترامب إن هذه الصحيفة ساقطة أنا بجمع بس ما نشرته هذه الصحيفة الساقطة عن مصر في مرات سابقة قال الدفيه تسريب بيقول إن مصر ايه بتقول وفت على نقل العاصمة النقل الصفارة الأمريكية من تل أبيل القدس اتنين بيقول تقرير إنه كان فيه من أجل ثلاثة دولار المصرين بيذهبوا للصفتاء أكاذيب في أكاذيب مرة أخرى تقرير ثالث في رمضان اللي فات زاعمة الحكومة المصرية سيطرت على إنتاج الأعمال الدرامية ومنع أي حد تاني آه فين التقرير آه آه ده نيورك تايمز بتتكلم على الدرامة المصرية والدرامة الرمضانية ده لسه في رمضان اللي فات كل ما تقوم بنشر هذه الصحيفة الساقطة مش ده مش حكمي بالمناسبة ده حكم الرئيس ترامب أعتبره أعتبره سقوط وأكاذيب أيضا هجوم ترامب على سي إن إن آه المحطة بيذكرني باستطلاع أجراته سي إن إن زعمت فيه أنه يظهر يظهر رفضا واسعا للتعديلات الدستور الدستور المصري فين هي في سي إن إن يا أولاد يبقى عندي سلسلة أكاذيب لا تنتهي من نيورك تايمز عندي فجاجة في الفخ المنصوب للقارئ والمشاهد سواء في السي إن إن أو غيره من خلال يقولك إجراء استفتاء أو إجراء دراسة أو استبيان رأي أو عندنا تقرير أو تسريبات أو معلومات أو شهد عيان أو معلومات خاصة أو إلى آخره بتمارس هذه الصحف أو هذا الإعلام الأمريكي والإعلام الغربي أسوأ مما يتخيل كل هؤلاء الذين يصدعون رؤوسنا به إن هناك حلم الحرية في أمريكا حلم الديمقراطية وحرية الكلمة وحرية التعبير وخلافه دي كلها أكاذيب مدفوعة الأكر يبقى سي إن إن قالت إنه في رفض واسع اللي تعدده آهو ده سي إن إن بالعرب شاركنا برأيك هل أنت مع التعداد الدستورية في مصر أو تطيح لزي البقاء في الحكمة أي كلام فأي كلام أي كلام ده نوع من مش عايزة أقول للألفاظ ده شيل خلاص شيل آهو فقط كنت أريد أن أوضح للقارئ قبل أن أبدأ في حلقة اليوم إنه لا يجب أن نغطر وننبهر وننبطح أمام رؤية الصحافة الأجنبية والأمريكية نورك تايمز يا سلام ده جاي في النورك تايمز ده جاي في الواشنطن بورس ده جاي في لا 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 دي ليست نصوصا مقدسة وإنما آراء بن قصير مدفوعة الأجر من صحف بتوصف من خلال الرئيس الأمريكي نفسه بأنها ساقطة ومحطات فضائية بتوصف بأنها منحطة قد يا الأمر وإحنا زي ما بنقول إحنا بكير إحنا كويسين والله زي الفل لكن إحنا مش عارفين مقدار أنفسنا ولا قدر أنفسنا علينا أن نتعامل مع هذا الإعلام المنحط والإعلام الساقط مش كلامي بالمناسبة كلام الرئيس الأمريكي بما يستحقه من سقوط ومن حقارة ومن وضاعة لأننا أصحاب حق أصحاب كلمة يجب أن تكون مسموعة على نفس المنوال أجد أنه الهيئة العامة للإستعلامات يجب أن تتعامل مع هؤلاء الأوغاد الذين يقلبون الحقائق ويزيفون الحقائق بما يستحقون زي الصين الصين عملت إيه؟ مبارح الصين بتحجب صحيفتي الواشنطن بوست والجارديان على الإنترنت الصين عامل حاجة اسمها صور الصين الصور الحماية العظيم بتمنع دخول مواقع وبعض المحطات على الإنترنت أهو قدامنا الصين بتحجب صحيفتي الواشنطن بوست والجارديان على الإنترنت لأنه بتحمل أكاذيب الصحيفة أشرت على موقع الإلكتروني لأنه حتى هذه العطفة الإسبوعية كانت صحيفة الواشنطن بوست بين قلة من الإصدارات الصحفية الكبيرة المتحدثة باللغة الإنجليزية التي يمكن الولوج على موقع الإلكترونية من داخل الصين بدون استخدام برامج إلكترونية لتغيير بيانات المستخدم ومكان إقامته وأضافت صحيفة أن سلطات الإنترنت الصينية ضاعفت جهدها خلال أسابيع الماضية قبيل الذكرى السنوية للسلسلسل لمضاهرات ساعة الحامرة عندما اقتحم الجيش الصين لمضاهرات طلابية وكذا وكذا الخلاصة عشان ما أدخلكوش في متاهات كل دولة عليها أن تقوم بإجراءات لحماية أمنها القومي كل دولة يجب أن تقوم بإجراءات صارمة صارمة من أجل حماية الأمن القومي والأمن القومي بمفهومه الحقيقي والواسع هو وعي الناس أمن قومي المعلومات اللي بتسمم المزاج العام للناس أمن قومي المعلومات اللي بتخفض منسوب الأمل عند الناس ده ضد الأمن القومي لابد أن يكون هناك إجراءات حماية وإجراءات حماية ليست ضد حقوق الإنسان وحقوق الفكر والنشر وخلافه رأيك أنت حر في رأيك أكتب ما شئت لكن دون أن تسمم الأجواء ودون أن تعكر الأجواء ودون أن تقلب الحقائق ودون أن تزيف الحقائق ودون أن يكون لهذه الكلمات اتفاقات مسبقة في البلاك بوكس بتتحدث في الصندوق الأسود عن مصالح سياسية أو أيدولوجية كلامي ربما لا يعجب البعض لكن الحقيقة المرة أنه إحنا في حالة صراع مرير من أجل البقاء والبقاء بيحتاج أعين ثاقبة وبقول تاني أنه إحنا لا يجب علينا أن يتسلل الخوف من هذه المحاولات على الإطلاق لأن أنا أقوياء أنا النهاردة جبت بدأت الحلقة بما قاله ترامب اللي عايزة يقول شهد شاهد من أهلهم شهد شاهد منهم بل شهد قائدهم شهد رئيسهم بأن صحيفة النيوركتين ساقطة وبأن محاطة سي إن إن محطة منحطة مين اللي قال مش كلامي مش كلام واحد مصري معارض ولا كلام واحد مصري مؤيد ده كلام الرئيس الأمريكي نفسه بيصفهم بأنهم مرتزقة أشهر كلمة كان بيقولها ترامب فيك نيوز كلها معلومات مزافة أخبار مزافة وكذيب والجديد أنه هم مرتزقة يعني مموالين ده اللي أنا بقوله ما بقولش أكثر من أذكر لا أقول خلال من خلال هذا المنبر على وسائل الإعلام الأجنبية أكثر مما قاله ترامب هو جاب السقف شهد رئيسهم بما لم تبوح به أي أقلام بتحاول أن هي ترسم الصورة أنها في منتهى الديمقراطية وقبول آخر غير صحيح غير صحيح الصين لقت أنه فيه مخاطر من واشنطن بوست اقفل حتى داخل بريطانيا بريطانيا اللي بتحمل الارهاب احنا قلنا هذا الكلام فاكرين هان السباعي وآخرين والإخوان وغيره بريطانيا نفسها بتشعر أنه فيه مخاطر على الأمن القومي هولندا بتشعر مخاطر ألمانيا عاملة فيه قوانين لمنع بعض الصفحات وبعض المواقع من دخول ألمانيا ألمانيا وأي حد يكتب بوست بيهدد فيه سلم أي حد بيكتب بوست أو بيكتب تغريدة بتؤدي إلى نشر أكاديم أو نشر جائعات بيدفع غرامة خمسين ألف يورو وخلافة أنا بس بفكر الناس وعشان بس الناس تتكلم يقولك إيه إحنا في مصر محتاجين إحنا في مصر محتاجين إحنا في مصر عندنا معارك متضافرة في وقت واحد أهم شيء فيها الوعي نكون وعيين باللي بيحصل نكون عارفين تفاصيل ما يجري لو عرفنا الحقائق أنا مش خايف على حد البلد دي من خافش عليها لو الناس عارفين الحقيقة لكن هناك من يهدف إلى تزييف الحقيقة وهناك من يهدف إلى تغييب الحقيقة حال تغييب المعلومة وغياب المعلومة عن الناس من البعض من خلال نشر شائعات من خلال قلب حقائق هو دا المشكلة لذلك أشيد دائما وأفرد مساحة لكل هذه التقارير الواردة من الدولة من مؤسسات الدولة مجلس الوزراء والوزراء المعنية والمؤسسات الدولة لنشر الحقائق للناس أفضل ما لدي اليوم هو هذا التقرير لصدر مجلس الوزراء المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيتحدث أيضا عن كيف نظرت المؤسسات الدولية إلى إقصاد المواصر مبارح نشرط لكم مبارح وشرحت كيف نظرت الصحافة الغربية وتعاملت الصحافة الغربية مع الإقصاد المصري في فترة الركود وفترة الانهيار وفترة القوة طب تعالوا نشوفوا كيف تعاملت المؤسسات الدولية عن الإقصاد المصري كيف علاقت على الإقصاد المصري يعني مبارح كنا بنتحدث عن الإعلام الإعلام الأجنبي اتكلم عن الاقتصاد المصري في خمس سنوات من تلتاشر لتمنتاشر أو تسعتاشر اتكلم ازاي يعني الإعلام أخذنا كل الصحف وغيره مبارح كلمة عنه النهاردة المؤسسات بقى الدولية سيبك من الصحف صحف قد تكون مأجورة ومتفقين معها وغيره تعجب المؤسسات بقى الدولية بتتحدث عن الاقتصاد المصري سريعا خلال الخمس سنوات ازاي البنك الافريقي للتنمية خلينا ابدأ بي يعني البنك الافريقي للتنمية بقال ستشهد التنمية الصناعية زيادة في مصر خلال السنوات القادمة مما يعهد يمهد الطريق لتحقيق نمو شامل ومستدام ده شهادة بنك التنمية الافريقي اكبر بنك اقليمي موجود في المنطقة منظمة العمل الدولية قالت شارعة مصر في اصلاحات وبرامج هيكلية اقتصادية كبرى تمهد الطريق ايضا للنمو ونواسع واقتصاد قوي شركة برايس ووتر برايس ووتر هاوس قالت 15% من الرئيساء التنفيذيين لمنطقة الشرق الاوسط اختاروا مصر كثاني افضل سوق اجنبي لتحقيق نمو محتمل للشركات في عام 2019 البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية قال استمرار تسارع معدل النمو الاقتصادي محققا خمسة وثلاثة من عشرة خلال عام 2018 هو الاعلى منذ عشر سنوات ده بنك البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية عندي بنك الاسمار الامريكي جي بي مورجان بيقول نرى الكثير من الفرص الواعدة في السوق المصرية خاصة ان الحكومة شرعت فيه العديد من المبادرات لاصلاح الاختصاد مؤسسة الاف دي اي بتقول مصر الاولى افريقيا في حجم الاستثمارات الاجنبية الوافدة والثالثة على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا وفق العرض من المشروعات بنك راند ميرشلاند الجنوب افريقي بيقول مصر الوجهة الاولى افريقيا فيه جاذبية الاستثمار الاجنبي المباشر في 2018 المجموعة المالية هرمس تقول لاحظنا اقبالا من المستثمرين الدوليين على الفرص الواعدة بالسوق المصرية بفضل تطبيق الحكومة لحزمة الاصلاحات الاقتصادية الفعالة يعني ده بنك ده ايه بنك الافريقي مؤنظمة العمل الدولية شركة البنك الاوروبي الاعادة الاعمار وبنك الاسمار الامريكي وعندي المجموعة المالية هرمس والبنك الجنوب افريقي والافريقي كل دي مؤسسات دولية قالت في الاقتصاد المصري انه منطلق وانه واعد وان الحكومة المصرية قامت بحزمة من الاجراءات التي ادت الى نقل الاقتصاد المصري من مكان قرب مرحلة السقوط الى الهاوية الى مكان بيبدأ فيه التسلل الى الصعود طيب نشوف تاني هاتلي الانفو التاني برضو باقي المؤسسات تعال المؤسسات دي بقى متخصصة في دراسة الملاءة الاقتمانية القدرة الاقتمانية يعني التقرير الذي يصدر من هذه المؤسسات هو اللي بيقول اقتصاد دا قوي ولا ضعيف الاجراءات المالية اللي فيه صحيحة ولا غلط المصرفية صحيحة ولا غلط هيقدر ينمو نمو صحيحة ولا لأ هيقدر يسدد لا تعال نشوفه ايه مؤسسة فيتش بتقول رفع قامت دا عمل خلال فترة بفتت رفعت التصنيف الاقتماني المصري الى بي بلس مدعوما باستمرار تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والمالية دا فيتش للتصنيف الاقتماني عندي صندوق النقد الدولي نجحت جهود الحكومة المصرية في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكل واحداث تعافي في النمو وتحسين مناخ الاعمال تعالوا شوفوا بيقول رفع قامت برفع التصنيف الاقتماني لمصر من بي بلس الى بي كما ساهم تحريض سعر الصرف في معالجة الاختلالات الخارجية الكبيرة لمصر وتعزيز ثقة المستثمرين تحسن بيئة الاعمال وزيادة التنافسية ساهمة في تحقيق نمو قوى قوي للاقتصاد المصر ده البنك البريطاني تعالوا نشوفوا مؤسسة مودز من المؤسسات المهمة جدا اللي كان يعني تقريرها كنا بننتظر وبنتخد بتقول ايه قامت هذه المؤسسة مودز برفع التصنيف الاقتماني لمصر من بي الثري الى بي تو وسعارة الاصلاحات الاقتصادية الكلية على دفع نمو الاقتصاد المصري عندي البنك الدولي تتوقع بيقولنا توقع ارتفاع ثقة المستثمرين وتحسن مناخ الاعمال في مصر بفضل الاصلاحات في بيئة الاستثمار وتيسير اجراءات تركز انا عايز اركز على البنك الدولي اهو وعلى صندوق النقد الدولي اهو دول المؤسسين ورا بعض اذي اللي بالاحمر وادي اللي بالازرة مؤسسة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هم الاهم في تقديري الكلام اللي قالوه واحدة بتقول نجحت جهود الحكومة المصرية في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكل والبنك الدولي بقول نتوقع ارتفاع ثقة المستثمرين اللي جاي وتحسن مناخ الاعمال في مصر بفضل الاصلاحات في بيئة الاسمار وتيسير اذراءات التركيز الصناعي ده كلام البنك الدولي اللي بفكركم بين نائبه الدكتور محمود محيد دي اللي كان بتكلم بارع على معدل نمو ويصل الى خمسة ونصف في المية السوق المصرية ده بنك الاستثمار الروسي السوق المصرية بالنسبة لنا هامة للغاية ومصر هي افضل قصة اصلاح اقتصادي تشهدها نشهدها بين الاسواق النشاء ده مين اللي بيقول مين اللي بيقول بنك الاستثمار الروسي بيقول ايه السوق المصرية بالنسبة لنا للروسي يعني هامة للغاية ومصر هي افضل قصة اصلاح اقتصادي عجباني عجبني مصر هي افضل قصة اصلاح اقتصادي الكلام ده ممكن اكون بقراكدة وعجبني ومنبسط انا بقول تاني واشهد والله على ما اقوله شهيد سمعته بنفسي سمعته بازني ورأيته بعيني هذا الكلام واكثر من رئيس البنك الدولي ورئيس مدير سندوق النقد الدولي والخبراء الماليين في اكثر من عاصمة اوروبية وامريكية بيتحدثوا عن انبهار بقدرة الدولة المصرية على السبات وعلى الانطلاق وعلى التحرك هم مندهشين ليه بقولوا دولة بتحارب الارهاب اي دولة في العالم عندها الارهاب اللي موجود في مصر هتقف هذي تشلى حركتها لكن بتحارب الارهاب بتعمر سينا لأول مرة في التاريخ بهذا الشكل قامت بانشاء الانفاق اللي هي ملاد وهي طريق الترميل الحقيقي لسينا قامت بانشاء بنية اسالة الدولة المصرية من طرق ومطارات ومواني واربعتاشر مدينة جديدة وعاصمة جديدة وكباري وخلافه ايه الناس بتبص ايه حصل امتى هذا الكلام هم بيقولوا في انبهار والله في المانيا كان هذا حالة انبهار شديدة جدا انت كل الطرق دي عملتوها في هذه المدة القياسية كل هذه الانفاق كل هذه المواني المطارات المدن الجديدة وبتحاربوا الارهاب في نفس الوقت وعندوكوا مشاكل مجتمعية موجودة متورصة وعندوكوا مشكلة في التعليم بتحاولوا اللي بيحصل في التعليم ثورة مش اتكلم في هذه الوقتي ده عايزة حلقة لكن الصحة مشروع 100 مليون صحة والتكافل اجتماعي تكافل وكرامة كل هذه الاجراءات اللي تمت في خمس ست سنين ابهارت هذه المنظمات اللي موجودة في العالم كل الناس بتكلم بيقولوا كل ده بيحصل وعملين معدل نمو وصل لخمس ونصف المية ازاي ده معجزة اقتصادية بكل المقاييس وفق كل التقديرات ما جرى في مصر خلال الخمس سنوات الماضية على كافة المستويات كافة المستويات فيما يخص ادارة الدول معجزة بكل المقاييس ده في تقديري ورأيي وتعبيري ومفرداتي ارى ان ما شهدته مصر خلال السنوات الخمس الماضية معجزة وفق كل التقديرات وفق كل المقاييس وسوف يفتح لها التاريخ صفحاته بقول تاني حرب على الارهاب متزامنة مع معركة التنمية اعادة بناء الدولة اعادة بناء المجتمع اعادة تغيير الثقافة المجتمع وفي نفس التوقيت بنواجه معركة وعي ومعركة التغذيف هوية وطنية القضية قضية كبيرة وانا يعني عجبني واشيد تماما بالمركز الاعلامي لمجلس الزراء وان شاء الله نتابع معكم لانه ده هو ده الشغل الصحيح الارقام لا تجذب الارقام دائما صادقة كل اللي احنا بنقول ده ارقام وكل التقارير الواردة من كل المنظمات الدولية اللي موجودة في هذه البيانات ده والبياني السابق كل الكلام ده موجود ارجعوا اروه شوفوه وموجود على اهلية وسائل التواصل الاجتماعي تشتغل معنا وتساعد الناس بدل ما قاعدين عملي تكلمه على بعض وينفسينه على بعض ويزمه على بعض ونقعد نتكلم في البطاطس ونتكلم في الخيار ونتكلم في السمولباميا ونتكلم في اللمون ونتكلم في كل هذه الامور اعتقد ان احنا عايزين نرتقي نرتقي عايزين نرتقي في اهتماماتنا على الاقل رحمة زاكي عبدين رئيس شركة العاصمة الادارية الجديدة صرح تصريح من تصريحات يعني وقفت عندها كثيرا بالبحث والقراءة بيقول شركات اوروبية تتفاوض مع العاصمة الادارية لادارة مرافق المدينة زاكي عبدين شركة فرنسية لتوزيع الكهرباء شركة هولندية لتوزيع المياه ونفاضل بين عروض شركات امريكية وصنية لادارة السلطة ويهي الموضوع ده الكلام اللي قاله احمد زاكي عبدين لأول واهلة يعني أنا شايف انه الكلام هنجيب شركة غربة تتوزع ونجيب شركة مياه امريكية وشركة هولندية وغيره طيب الشركات المصدرية واحدة يقول هقوله لو كان خلينا بقى يعني خلينا بقى بوضحين مع بعض يعني خلينا نتكلم بلاش نجام من الصور ونتحك على بعض خلينا بقى عمليين هنعايزين عاصمة ادارية حقيقية مختلفة مغايرة جديدة لابد ان تكون بفكر جديد وبفكر مختلف لانه مدينة القاهرة مدينة بنها مدينة الزقزيق مدينة الاسكندرية مين اللي بيديرها المحليات ويعني اشهد بشكل قاطع وبشكل واضح انه فشلت الادارة المحلية في ادارة مرحلة النمو او حتى مرحلة السقوط في كل الاحوال فشلت الادارة الحالية محليا في ادارة المنظومة كما يجب ان تكون لذلك لو انا نقلت هذا الفشل او هذه التجارب الفاشلة الى العاصمة الجديدة يبقى كأنك يا بوزيد مغازيد الحقصة نعمل ايه عايزين نعمل مودل نموذج النموذج اجيب شركات اجنبية هذه الشركات لديها الكفاءة والخبرة والملائة برضو مش تكلفنا حاجة مش تكلفنا حاجة اه مش تكلفنا حاجة اجيب شركة لو سمحت تعالي اعمل محطة كهرباء على حسابك وغزي المدينة دي بالكهرباء وانت خد الفاتير واحنا ناخد نسبة من ربح كداولة كشركة بتاعة العاصمة الادارية باختصار انا بقى اتكلم بدل ما اجيب شركة سيمينس واجيب شركة كذا وتعمل لي كم مليار لا انا اجيب شركة من الشركات الكبيرة زي سيمينس مثلا تعالي اعمل لي محطة كهرباء على حسابك تكلف مليار تكلف عشرة هم عايز اناور عايز استخدم اولي الطاقة تكفي المدينة العاصمة الجديدة هم يعملوا محطة على حسابهم ويمدوا الخطوط على حسابهم ووصلوا كهرباء على حسابهم ويطلقوا الفواتير هم ياخدوها عشان يسددوا بها ايه قيمة محطة الكهرباء وشركة العاصمة الجديدة تستأدي او تأخذ او تحصل نسبة من الربح والشراكة مع الشركة ده على طول يعني لا لمدة محددة حسب الجدوى الدراسة الاقتصادية الشركة تاخد مستحقاتها واربحها ويتم نقل الخبرات وطريقة الادارة الى الجانب المصري الشريك المصري ثم بعد ذلك يقوم تقوم شركات مصرية مدربة باستكمال المسيرة بعدما تكون قد اطلعت على طرق الادارة الحديثة ده في مجال ايه الكهرباء المياه بنفس الطريقة الاتصالات بنفس الطريقة جمع القمامة بنفس الطريقة ادارة الميادي بنفس الطريقة احنا مفيش حاجة ببلاش ولا يجب ان يكون ومفيش حاجة للصدفة ولا يجب ان يكون ومفيش ادارة هتترك المجال الفهلاوة لانه الموضوع احنا اتأخرنا كتير في كيفية ادارة انفسنا وادارة محلياتنا ادارة مرافقنا ادارة مؤسستنا وبقول تاني خلينا نقرأ ونتابع ونشوف كيف هيدير العالم نفسه واحنا جزء من هذا العالم قوة لجنة القوة العاملة في البرلمان وفقت مبدئيا على تعديلات قانون المنظمات النقابية كان اللي عايز يعمل نقابة لجنة نقابية لازم يكون في 151 القانون قال خلاص 50 وكان اللي عايز يعمل نقابة عامة كان لازم 15 لجنة ب20 الف عامل دلوقتي خلوها 10 لجنة بس ب15 الف نوع من التيسير وتسهيل ويعطاء دفقة للعمل النقابي لكن ده دور التشريع انه يسهل على النقابات الفرعية والعامة وغيرها تشتغل لكن يجب ان تقوم النقابات ايضا بدورها النقابات لدورها مش فقط بس كلمة نقابة مظاهرة مش كلمة نقابة عن اضراب مش كلمة نقابة عن حقوق العمال كلمة نقابة تدريب العمال كلمة نقابة رفع مستوى العمال كلمة نقابة تغيير السلوك الوظيفي اللي علم وتعرف عن المصريين الصورة الزهنية ان المصريين مش دوع شغل عايزين نتغير ونرجع تاني المصريين احسن ناس وافضل ناس واصدق ناس وانبل ناس نرجع تاني من خلال ايه النقابات لها دور حلو ان احنا عندنا نقابات النقابة مش معناها تبقى هنية بس فقط ننظم واقفة احتجاجية النقابة ان هي تطور اداء العمال في منظماتهم وابدا ما كانت النقابات لمواجهة صاحب العمل صاحب العمل لو مكنتش مستريح مش هشتغل والعامل لو مكنتش مستريح مش هشتغل لازم العملية طلاق المصالح وفق الحق والحقوق المتعرفة عليه بلومبرج بتقول بالمناسبة على الاداء الاقتصادي النهاردة الجنيه ثاني افضل اداء بالعالم الجنيه ثاني افضل اداء بالعالم مقابل الدولار خلال 19 اهو بلومبرج اللي بتقول مؤسسة بلومبرج او وكالة بلومبرج الامريكية بتقول الجنيه ثاني افضل اداء بالعالم مقابل الدولار خلال 19 ايه اللي حصل اللي حصل زي ما كلكم عارفين انخفض قيمة الدولار امام الجنيه او ارتفع انا اسف ارتفع قيمة الجنيه امام الدولار يعني بقى 1 جنيه و10 ساعة يعني كان 18 يمكن قارب على 18 وصل النهاردة لـ 61-71-70 حاجة من هذا القبيل 16 جنيه و70 ارش او 71 ارش ده الدولار فكلما كان بالـ 18 بدأ ينزل يعني خلال الفترة من شهر يناير لغاية شهر احنا في شهر 6 دلوقتي نزل الدولار عوالي جنيه و10 ساعة و10 قروش لكن لم ناجد صدى لهذا الهبوط في الدولار او الارتفاع في الجنيه في وسائل اعلام والناس بس بتكلموا الناس بتكلموا بس على الليمون يعني ارتفاع سعر الليمون اهم من ارتفاع قيمة الجنيه عند الناس او مش كل الناس يعني عند الناس اللي على فيسبوك وغيره اهتموا بارتفاع اسعار الليمون عن ارتفاع قيمة الجنيه في مواجهة الدولار عندي خبر كويس جدا قالته موقع ناشونال جيوغرافيك اختاروا شاطئ دهب شاطئ دهب في سينة افضل شاطئ الشرق الاوسط افضل شاطئ في الشرق الاوسط دهب يعني ياريت تجيبولي صورة كانت ده صورة دهب افضل شاطئ وفقا ليه ناشونال جيوغرافيك هو دهب ده اعلان لمن للمصريين اللي عايز يروح يصيف في فرنسا واللي عايز يروح في اسبانيا واللي عايز يروح في برشلونة واللي عايز يروح فين لا عندنا دهب هو واخد رقم واحد في منطقة الشرق الاوسط وراني المشهدت وزيرت السياحة ازاعت الخبر اعتقد او نشرته على موقع تويتر على صفحتها و اهو يا سلام حاجة حاجة بديعة حاجة فعلا حاجة محترمة حاجة تشرف دراني المشهد وزيرت السياحة اهو يلا نروح نزور سيناء يلا نروح نزور شرم الشيخ يلا نروح الغرداء يلا اسكندرية يلا عراس البر يلا نروح نعيد تاني للسياحة مكانتها تاني سياحة داخلية واعتقد ان مصر هي قبلة السياحة العربية خلال الفترة القادمة الاحداث والتغيرات والتفاعلات بتقول هذا الكلام خلال الساعات القليلة الماضية كان فيه ترند على تويتر بيقول السوريين او السوريون من ورين مصر ده هاشتاج اسمه ايه السوريين من ورين مصر هاشتاج اسمه السوريين من ورين مصر هو الهاشتاج اللي هيقول والله 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 السوريين بجد من ورين مصر السوريين بجد دي بلدهم دي بلدهم مش كلام مش انشاء الكلام ده ظهر على صفحات التواصل الاجتماعي وتويتر والفيسبوك وغيره معرفش فيه حد عمل فتنة خلال الفترة الماضية خلال الساعات الماضية معرفش مين قال ان السوريين بهم وعليهم وفيه ناس تبع اخوان وفيه ناس وفلوس وتركيا وقطر اي كلام في اي كلام ربما يكون هذا موجود فيه مصريين هم اللي قاعدين في تركيا مهم مصريين هل بيشين كل المصريين ان منهم معتز مطر هل بيشين كل المصريين ان منهم محمد ناصر هل بيشين كل المصريين ان منهم اخوان على الاطلاق لا يشين كل السوريين ان منهم اخوان او منهم اتراك او منهم عادي جدا لكن السوريين الموجودين في مصر مش موجودين برة سوريا موجودين في بلدهم دول مش لاجئين ولن يكونوا لاجئين لا يمكن ان تنطبق كلمة لاجئ على سوري على ارض مصرية فارض مصر حاضنة وتراب مصر حاضن وهواء مصر حاضن ونيل مصر راوي كل سوري كل اراقي كل يمني كل عربي كل خليجي كل ليبي كل افريقي مصر حاضنة للجميع تاريخيا بالمناسبة مش قرار ده تاريخيا القاهرة ومصر دائما حاضنة احضان دافئة لكل الضيوف انا مش بقول شعرات ده واقع موجود والناس عارفين وحسين وتاني بقول وبأعلى صوت هنا دمشق من القاهرة هنا دمشق من القاهرة لن ننسى سوريا لن ننسى دمشق لن ننسى وقفات سوريا لن ننسى اننا كنا بلدا واحدا الجمهورية العربية المتعدة كان الجيش المصري والجيش السوري جيش واحد بقائد واحد برئيس واحد لن ننسى الاعمال البطولية لهؤلاء السوريين اللي جواب مصر جواب الجمال ورفاقه لن ننسى كل هؤلاء الذين جاءوا الى مصر انا فاكر من تاريخ العلاقات المصرية السورية مين قتل كليبر سليمان الحلبي ليه قتل كليبر كليبر كان قائد المحتل الفرنسي لمصر مين اللي قاتله واحد عربي عروبي قاعد في مصر اسمه سليمان وكان من حلب هو اللي خلص مصر من كليبر مين اللي فجر البريجة الفرنسية كان جول جمال احنا مش عايزين ننسى التاريخ انا مش بقول احنا عشان هم عملوا كده احنا بنعمل كده لا هم عمل الواجب واحنا بنعمل الواجب ايضا ليه لاننا شعب واحد في بلدين اه الظروف السياسية تغيرت اه ربما شقة الخلاف او الاختلاف او ما جرى اه لكن بيبقى الدم واحد بيبقى الروح العربية اللي بتسري في جسدنا جميعا واحدة لن تتغير لن تتميع لا يمكن ان يتحول الدم الى ماء لا يمكن ان يضيع تاريخ بنية بين البلدين لم تنال من مصر ولم يتم النيل من مصر ولم تحتل مصر الا بعد احتلال سوريا لم تسقط القاهرة عبر تاريخها الا بعد سقوط سوريا ولم تنجو مصر وسوريا الا حينما كانوا معا يدا واحدة اقول لمن لم يقرأ واقول لمن يسفه الامر واقول لمن لم يقرأ التاريخ واقول لمن لا يعي اللحظة الرهنة وتحدياتها وقفنا هنا والرئيس السيسي واقف واوضح بانه وحدة الاراضي السورية الابقاء على الجيش العرم السوري حرية السوريين في اختار قائدهم ثوابت مصرية ما في ذلك شك كل ابناء سوريا مصر مفتوحا لهم اخوان حقيقيين اخوانا اخواتنا واهلنا موجودين ده مش كلامي ده كرئيس الدولة ما عندناش مخيمات ما عندناش لاجئين واحد بيقول للسوريين شطاروا بيشتغلوا يا اخي خد الحل عكسي لو جاء السوريين قاعدين جايين نايمين وعايزين حد يصرف عليهم وحد يأكلهم ساعتنا تقول يا عم واحنا نقصين ده احنا ظروفنا الاقتصاد لكن ده هو جاي نشيط وشغال وبيدعم الاقتصاد وجاي ينضيف بيفتح محل بيفتح مشروع بيشتغل قصص نجاح هنا في مصر للسوريين تجعلنا فخورين بهم مش بقول موضوع مش استفادة مين يستفيد من مين بقول لا دواج لما يكون اخوك تعبان وجاي يقول عندك في البيت اخوك عنده ظرف بعافية وجاي يقول عندك في البيت هتقول له قوم اشتغل هتقول له روح اشتغل هو من غير نفس شمر وطلع اشتغل اكتر منك وافضل منك واحسن منك اتفضل اتحرك مصر تقدر فيها همية مليون وفيها عشر وعشرين مليون تانين من السودان ومن سوريا ومن ليبيا ومن اليامن ومن العراق وغيره على راسنا من فوق وكله بيشتغل البلد دي تقدر تشغل الدنيا كلها عايزين دماغ تشتغل وعايزين نظافة في التفكير السوريين على راسنا من فوق وانا بقول تاني منوارين مصر ومشاركين في بناء مصر اهلا بيكم في كل مكان شوفوا فيه تغريدات واحد اسمه محمد هندي هاتلي يا تويتات اللي موجودة عندكم محمد هندي بيقول ده محمد هندي بيقول كنا دولة واحدة من قبل ومهما حصل هنفضل برضو دولة واحدة السوريين منوارين مصر شكرا يا محمد غيره ده كند علوش بتقول السوريين منوارين مصر هاشتاج جميل وكله محبة لقيتوا متصدر تريند في مصر في ريحة جدا الصراحة هل في سبب أم موجود حب جماعية عفوية لا ده موجود حب عفوية ياكن ده ما تزعليش غيره بتقول ده روشان بوزو دي في سكاي نيوز بتقول بعز بعز الضغط وزحمة الأخبار الحزينة والسلبية بفتح التويتر وبشوف هالهاشتاج مع أحلى وألطف كلمات من الشعب المصر الطيب والأصيل عن السوريين والله أحلى يوم أحلى ويومي وتعد المزاجي السوريين منورين مصر ايه رو موقف مش هيتنسي أبدا بواحد زي محمد عقل محمود عقل كان في طفل سوري مع أمه وطيارة معدية على ارتفاع بسيط صوتها مزعج الطفل صرخ وجري ويقول إنها هتقصف أمه حضنته وبكت وبتقول له ما تخافش يا حبيبي احمد مصر يا حبيبي إحنا في مصر الولد طفل صغير مع أمه في طيارة بتعدي فوق الوقت خافه جريف حضن أمه قال له هتقصف 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 قال له ما تخافش انت في مصر إحنا في مصر ما تخافش يا حبيبي إحنا في مصر كل ما كل واحد دي رهب راحته كل واحد دي أبلغ من كل الكلام اللي إحنا عمل إنه قوله أبلغ من التنظير اللي إحنا بننظره أبلغ من مئات الموضوعات ست رد ترد بليغ ومن قلبها وبعفوية ما تخافش يا حبيبي إحنا في مصر تقريبا معظم الناس اللي كانت في المكان بكت وكله جري على الطفل يطمنه ويلعبوا لحد ما هدي السوريين من ورين مصر والله مصر أم الدنيا والله مصر بخير والله مصر تفضل حاضنة لكل هؤلاء بيقول يا عمر أتحدى سوري واحد مصري أهانه أتحدى أي جنسية في مصر تهانة مستحيل تلاقي الكلام ده عندنا وحتى بسوريا لو قلت أنا مصري بيفتحوا لك بيوتهم وبيطعموك من طعامهم السوريين من مصر ويرسلوا ليهم السوريين من ورين مصر عايزة أقول أنه العروبة بخير وأنا متفائل باللي جاي الغاية ربما من رحم الأزمات والمشاكل بيتولد النور والفجر بيطلع بعد ظلام الليل أنا واسخ فيها كويس وهفتكر كلمة الطفل الصغير لما قال هتقصف ورد أمه البليغ ما تخافش يا حبيبي إحنا في مصر طبعا مش بعيد ومش عايز أنا أبوز اللحظات الرائعة بكلام سخيف لوحدة سخيفة حقيرة وضيعة اسمها صفاء الهاشمي ولا صفاء الهاشم نائبة كويتية أعتقد أنها لا يمكن أن تكون بنت أصول لكنها بنت أشياء أخرى أشياء لا أشياء الله يخليك أنا يعني لا أطيق ولا أتحمل بتتكلم بتقول خلص مش هقول لأنه فعلا يعني هي لا تستحق أن إحنا نعلق عليها هي فقط تبحث عن شوه وهي أبدو أنها لديها مرض نفسي معين بتحاول أن تظهر بهذه الكلمات أجوم على مصر على المواطن المصريين اللي موجودين في الكويت الكويت دولة شقيقة وحبيبنا وبقول لها أنت مش عايز أتكلم كلامي زعل يعني بس بقول لها أنت تعلمت الكلام مننا كمصريين حالة 22 موظف بالإسكندرية للمحاكمة ليه؟ عادي ما وفينا اسكتب تعاون المحاكمة لإهدار 1.3 من 10 مليار جنيه في استغلال الشواطئ رقم مخيف ده النيابة الإدارية حالة 22 موظف بالإسكندرية لمحاكمة الإهدار 1.3 من 10 الرقم بالنسبة لي رقم مليار و3 من 10 يعني 1300 مليون 1300 مليون دول جيبني كم مدرسة نتيجة نتيجة شوية ناس مهملين ناس مش شايفين شغلوهم 22 مسؤول اللي بيحصل إيه؟ إسكندرية في شواطئ دول 43 قرية 43 قرية شواطئ الحاجات اللي مشوفها إسكندرية حمشين تلاقي الناس داخلين بس تلاقي كل واحد نتيجة الفساد الموجود ومشتشر زي بقول لكم في الإدارة المحلية بكلم على العاصمة الجديدة وبقول هنجيب شركات واحد يبصلي واتنمرلي ويقول لي شركات أجنبية أو المصري يا مال أقول مصريين أقول مش دي مصريين مش دول مصريين 22 مؤذف بسكندرية شغالين ضياءوا على البلد 1-10 مليار حقه كنتوا مصريين هو اللي حصل في المنتزة ايه فاقرين المنتزة كباين المنتزة اللي أصدر الرئيس والدولة بإزالة كل هذه الكباين وتحصيل المستحقات من أسماء مرعبة كل اسمه واسم كان له وشأن نورانا مصر ما عندهاش مركز قوة فيش حد على رأس وليش حق المواطن بيجي لك بس انت لو سمحت اعرف الدولة بتعمل عشانك انت بس من فضلك اعرف لازم تعرف ما امتعش ما تعرفش طبعا بتعرفين تابعين خلال رمضان كده في تسخين على في الملف الإيراني إيران أولاد المتحدة الأمريكية إيران هتضرب أمريكا هتضرب إيران إيران هتقفل مضيق هرمز في تسخين في عملية شد وجذب ايه الحكاية العلاقات الأمريكية الإيرانية على مدار أربعة قرون أربعة عقود من 1979 في هذا التاريخ تحديدا لوقيام الثورة الإيرانية ثورة الخميني والعلاقات مطباط ومنعطفات بين تهران وبين واشقونتو لكن قبل 79 كان فيه حاجات برضو ما قدرش ننساها وحنا بنتكلم على العلاقات الأمريكية الإيرانية سنة 53 أعتقد 53 أمريكا قامت ب انقلاب دبرت انقلاب على قيادة إيرانية منتخبة اللي هو محمد مصدق محمد مصدق رئيس وزراء منتخب لإيران وأعلن فور انتخابه انه هيؤمم شركات النفط أمريكا خافت على البترول راح يتعامل تدبرت انقلاب ضد محمد مصدق محمد مصدق ده اللي انتو عارفين فيه في المهندسين شارع شارع مصدق شارع مصدق الناس شعفين منه مصدق مصدق ده اللي هو محمد مصدق رئيس وزراء إيران سنة 53 اللي الولايات المتاع الأمريكية ادبرت انقلاب ضد ضد محمد مصدق وشارعه مكانه من اللي قال هذا الكلام مشانا مادلين اعترفت بهذا الكلام في التسعينات واعتذرت وقدمت احتزار ليه الإيرانيين على قيامهم بانقلاب محمد مصدق وجابوا مكانه الشاه في 55 والإعلاقات الأمريكية الإيرانية كانت في هذا التوقيت علاقات قوية حتى قامت صورة 79 صورة الخميني والملالي تولوا الحكم ومن هنا بدأت الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين ايران اول ازمة كانت ازمة الرهائم افكر الناس بس بتاريخ العلاقات الأمريكية الإيرانية في 4 نوفمبر 79 مجموعة من الثوار الإيرانيين قاموا بحصار الصفارة الأمريكية في طهران وقاموا في هذا التوقيت بحصار واحتجاز 52 دبلوماس أمريكي 52 دبلوماس أمريكي وقعدوا محصرين الصفارة وقت قد ايه 444 يوم ايه 444 يوم 52 أمريكي داخل الصفارة الأمريكية في إيران ودكت أزمة الرهائم معروفة مشكورة في التاريخ أزمة الرهائم 4 نوفمبر 79 ودخل مفاوضاته مش عارف ايه ومحاولات شمال ويمين حتى نجحت في اتفاقية الجزائر في 20 يناير 81 في فك هذا الحصار وتسليم الرهائم الأمريكيين أيضا في بيروت كان فيه تفجير للصفارة الأمريكية في بيروت عن طريق حزب الله بتعليمات إيرانية وتم قتل 63 شخصا بمعرفة حزب الله وهم أمريكيين اللي اتقتلهم وبعدين كان فيه حدثة كبيرة جدا في المشاة الأمريكية داخل بيروت برضو وتم مقتل 241 شخص في حدثة كبيرة جدا داخل بيروت حزب الله بتعليمات إيرانية إبقى إيران عمل في أمريكا ثلاث حاجات حصار الاختطاف 52 الرائن 52 سنة 79 فكهم 81 وبعدين في بيروت كان فيه حاجتين بيروت في تفجير الصفارة الأمريكية ومات 63 وموضوع المشاه تفجيرات في المشاه البحرية الأمريكية ومات 241 وبعدين حصل فضيحة كبيرة جدا مشهورة اسمها فضيحة إيران كونترا إيران كونترا 85 إيه اللي حصل في صفقة سلسية تمت بين إيران وإسرائيل وأمريكا آه يعني بس عشان الناس ما تفكرش إيران دي يعني حاجة يعني بتصلى على السجان دي إيران دول مجموعة من المنافقين مجموعة من الملالي مجموعة من أدعياء الدين زيهم زي الإخوان وأنا حكيت لكم على علاقة الإخوان بإيران هما الاتنين وجهاني لعملة واحدة كلهم شغلين في تجارة السلاح والمخدرات وغير وغير وغيره فالإيرانيين معروفين صفويين بيبحثوا فقط عن استغلال الدين في أمور كثيرة حصل في صفقة صفقة 85 لإيران كونترا إطلاق صراحة الرهائل الأمريكيين لدى حزب الله حزب الله كان بيخطفهم عشان يبدأ ينور بيهم عشان يبيعهم بعد كده يعني مرضو مش جهات في سبيل الله يعني مقابل تزود إيران بصواريخ متطورة مضادة للدبابات في حربها مع العراق وقطع غير للطائرات الحربية الـ F-14 ده صفقة سلاسية إسرائيل وإيران ولاية المتحدة الأمريكية سنة 85 ساعة الحرب العراقية الإيرانية يبقى إيران دخلة في مفاوضات مع إسرائيل آه فعلقة بينهم جدا ده وزير الدفاع الإسرائيلي نسليت اسمه كان أصل إيران من أصفها يعني العملية يعني كله تمثيل في تمثيل طيب بعد كده عندي في 88 كان فيه تطورات تطورات في الخليج والسفن الحربية الأمريكية والمحاولة إيران لإغلاق مضادة خرمز التهديد والتلويح بإغلاق مضادة خرمز ومحاولة الرد الأمريكي على هذا الكلام بضرب طائرة إيرانية عن طريق الخطأ كان مات فيها 291 وبعدين بدأت في السينات تفرض دولات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية على إيران والعلاقات تحسنت تدريجيا حتى وصل هاشيم رفسنجاني ومحمد خاتيمي كانت العلاقات ممتازة لغاية بين أمريكا وبين إيران مع هاشيم رفسنجاني إصلاحي محمد خاتيمي إصلاحي 97 وبعدين 95 فرضت إدارة بيل كيلونتون عقوبات على الشركات الإيرانية في العام التالي فرض قانون العقوبات الإيراني اللي حظر على الشركات غير الأمريكية عن تسسنر أكثر من 20 مليون دولار في قطاع البترول زي ما قلت لكم من شوية اعتذار أمريكي عن طريق في مارس 2000 مش 95 كنت قلت 95 أعلنت مادلين البرايت وزيرة الخارجية الأمريكية أن ذاك اعتذارا عن دور أمريكا في الإطاحة بمحمد مصدق سنة 53 الذي كان رئيس وزراء منتخب ديمقراطي وهدت بتأميم شركات البترول في أغسطس 2002 اتهمت واشنطن طهران بالسعي لتطوير أسلحة نووية عندما تم الكشف عن موقعين واحد في أصفهان واحد في أراك واحد للماء التقيلة واحد ليه اليورانيوم وتم قتل جنود أمريكيين في العراق عن طريق الإيرانيين توطرت العلاقات وبدأ في 2006-2010 الخلافات واصلت ذروتها وتمحورت حول الملف النووي الإيراني صدقت الأمم المتحدة على أربع دفعات من العقوبات على إيران وفرط الولايات المتحدة والتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على طهران طالت القطاع المالي وأنهكت الاقتصاد الإيراني في 2009 أعلنت الولايات المتحدة على لسان الرئيس باراك أوباما موافقتها على إجراء مفاوضات مع إيران ده مهم جدا مقابل رفض طهران مما أدى إلى تشديد العقوبات تتفاقم الأزمة الاقتصادية الإيرانية بعدين بدأوا في المفاوضات في 2013 نجحت المفاوضات في 2013 كانت إيران خلاص أتموت على شعفة الانهيار الاقتصادي والجوع عن طريق حسن روحاني بعد ما وصل للسلطة بدأوا جوالات تفاوض مع إيران والولايات المتحدة الأمريكية استمرت المحارسات حتى عام 2015 كلكم فاكرين اللي هو اتفاق خمسة زائد واحد ونجح هذا الاتفاق اللي هو فيه خمسة دول أعضاء في مجلس الأمن زائد ألمانيا اللي هي فرنسا وبريطانيا أمريكا وروسيا والصين بالإضافة لألمانيا اللي هي خمسة زائد واحد وإيران ونجحت المفاوضات اللي كان فيه بعضها في مصقط في بعضها في الولايات المتحدة الأمريكية في بعضها في إيران في بعضها هنا نجح هذا الاتفاق وبمجابه تم فك وديعة أو فلوس محجوزة إيرانية في أمريكا 150 مليار 150 مليار بدأت إيران تجري تتفاوض على سلاح وتبدأ تغازل فرنسا وتغازل ألمانيا وتغازل كذا لكن استمرت إيران في تدخلاتها في دول الخليج معها فوائد نقدية مالية 150 مليار يعني اتفاق اللي تم في 2015 كان المفروض إيران تستغله وتبدأ في تهيئة الأجواء اقتصادية داخل إيران للشعب الإيراني لا بدأت تدي فلوس للحوسي في اليمن بدأت تدي فلوس لحزب الله في لبنان تدي لي الجماعة اللي موجودين في العراق بدأت إيران تستخدم الفوض المالية في أمور لا علاقة لها على الإطلاق بالشعب الإيراني ما جار من إيران بعد الاتفاق النووي الإيراني هو حنوث إيران بما اتفقت عليه واستمرار إيران في التدخلات في داخل الخليج واستمرار الصويخ الباليستية في الهجوم على المملكة العربية السعودية واستمرار إيران في احتلال جزر إيرانية استمرار إيران في دعم الحوثي في اليمن وتخريب اليمن استمرار إيران في تدخل في لبنان وتخريب الأجواء السياسية في لبنان عن طريق حزب الله استمرار إيران في تدخلها في العراق استمرار إيران في تدخلها في سوريا إذن أصبحت إيران دولة متوترة دولة توتر في المنطقة وأنا أتذكر بوشي الإبن لما قال أن هي محور الشر أو أولى محور الشركة مع كوريا وإيران والعراق لكن بقول إنه إيران دلوقتي بتعمل إيه؟ بتلعب بالنار إيران دلوقتي بتاخد حرب مش حرب كلامية إعلامية ضد مين؟ ضد الولايات المتحدة الأمريكية أنا بقول بوضوح في حل قيام حربة أمريكية إيرانية إيران هتتمسع هو إحنا بنتكلم فاكرين العراق والعراق شالس جيش في العالم والعراق والعراق اتضمر في ساعتين ثلاثة لأن بيحصل الألة الإعلامية بتضخم الموضوع عشان يبقى فيه مبرر للهجوب أنا بقول تاني إيران بتساهم بنفسها لهجم نفسها إيران بتساهم من خلال الحرب الإعلامية الكلامية اللي بتدرها على قدراتها النووية قدراتها العسكرية هنضمر أمريكا هندرب أمريكا طيب يسيلي بيضخم 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 يدي مبرر لأمريكا للهجوم على إيران في ساعتين تضيع إيران إيران داخل إيران حالة جوع منتشرة حالة اقتصادية متدهورة فيه عملية تكلس داخل إيران فيه عملية إنسداد سياسي داخل إيران بالتالي إيران بتأخذ حرب كلامية إعلامية لا تقوى إيران على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في كل الأحوال تهدد فقط تهدد فقط بإيه؟ بتهدد بإغلاق مديك هرمز وهي لا يمكن ولا تجرؤ على فعل هذا تحت أي ظرف لأنه إيران وتحالف أمريكا مش لوحدها أمريكا ودول الخليج ومصر كمان بقول بشكل واضح لن تسمح لدول الخليج أن هي يطلها أزم من إيران فبالتالي إيران محاصرة إيران لديها فقط فرصة واحدة إما أن يعتدل السلوك الإيراني وينضابط السلوك الإيراني وتتوقف إيران عن الدخول في مشحنات وفي تدخلات في المحيط الإقليمي وإلا فالبديل هو زوال إيران إيران لابد أن تعلم أنها ليس لديها خيارات كثيرة الخيارات أمام إيران إما أن تنضبط وإما أن تزول لا يمكن أن يكون هناك دولة تستطيع أن تتفوق على المجتمع الدولي كله المجتمع الدولي اللي بيكلم على الحق حق الدول الخليج أن تعيش في أمن وأمان حق الدول الخليج في أن يكون هناك الأراضي الموجودة في دول في الإمارات تعود مرة أخرى إلى الإمارات وعدم التدخل في شؤون داخلها الملف الإيراني بشكل واضح أعتقد أنه خلال الفترة القادمة يجب أن يحسم على أي وضع من الأوضاع أنا أعتقد أن وقتي انتهى تماما لم يعد لدي وقت آخر إن شاء الله غدا نلتقي ونستكمل ملفاتنا التي لم يسعفنا الوقت في إنجازها دمتم في أمن الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة